موطع وطبوغرافية أرض معركة فغالة يوم الثالث والعشرون فيفري 1958 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات موطع وطبوغرافية أرض معركة خلال الثورة التحريرية كان الموطع الواطع في جبل وستيلي تابع للنحية الثانية المنطقة الأولى من الولاية الأولى أوراس المامشا وهو يتابع حاليا بلدية فضالة دائرة عين التوتا ويبعد ميدان المعركة حوالي 25 تلومت إلى الجنوب من مدينة باتنا يحد موطع المعركة من الشرط الزيطار ومن الغرب طرية فضالة ومن الجنوب الأربع ومن الشرط باردو يتباين الغطاء النباتي والغابي في المنطقة حيث نجده يتنوع من الأشجار الكبيرة إلى الشجيرات والنباتات والأحراش كما تتواجد الحجارة والصخور الصغيرة مترامية على كامل المنطقة في المنحدرة تنتشر الأحراش والنباتات القصيرة التي لا تغطي نصف قامة الإنسان أما في المرتفعات حيث قمة راسدادلان التي ترتفع 2000 متر على مستوى سطح البحر فتوجد أشجار الصنوب والأرز الكثيفة توجد في المنطقة شعاب وجداو المائية متعددة تشط المنحدرات في الشمال يجري وادي تفرانت بمياه المنحدرة من عالي القمم التي تتجمع من ملتقى العديد من المجال المائية لا توجد في المنطقة منازل ومساة للمواطنين لأن المنطقة أعلنتها السلطات الاستعمارية منطقة محرمة في المكان توجد منابع قليلة للمياه وعلى مقربة من الطريق صعودا نحو متان تماتز عناصر جيش التحرير الوطني تقل تثافة الغطاء النباتي والأشجار وهنا تأمانات الشبه جراد مرشوفة تسمح بارتشاف ورؤية المار عبرها بكل سهولة ويوس وتتدرج هذه التثافة في الزيادة كلما صعدنا إلى المرتفعات تحتوي أرض المارة على حواجز طبيعية تحد من حارة التنقل للشاحنات والعربة وحتى المدرعات مثل مجرى الوادي في الناحية الشمالية الذي تسبب في تعطل مرور دبابة وتوقف عن مواصلة سيرها وكذلك بعض الشعاب الحادة المواقع التي اختارها المجاهدون توفر الملاحظة والرؤية الجيدة بالإضافة إلى توفرها على شروط الإخفاء والتمويع تما تسمح بسهولة إطلاق النيران والتنقل والحركة غير أنها تفتقر إلى توفو شروط التحصن والحماية من رمي المدفعية وطنبلة الطيران حيث تنعدم فيها المغارات والكهوف أو الصخور الكبيرة التي يمكن الاحتماء بها لا تتوفر منطقة القتال على طرق معبدة أو طرق ترابية للعربات مع عدى بعض المسالة الترابية التي يستعملها الراجلين والحيوانات حسب شهادات المجاهدين فإنهم قد تموقعوا في الأمات المرتفعة بينما العادو كان يصعد من أسفل إلى أعلى مما أرسبهم الأفضلية في السيطرة على ميدان القتال اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد